جمعني الحظ انه اتقابلت مع كابتن اهاب جلال منذ فترة قليلة تقريبا من 3 او 4 شهور وجمعتني جلسة معاه كانت طويلة شوية صهرة طويلة شوية كان في احدى معسكرات نادي الاسماعيلي الخارجية وكان معانا صدقنا الاعلامي المميز هاني حتحوت وراجل تحس كده انه كان محتاج يفتح قلبه كان عايز يتكلم كان عايز يقول حكايات كان عايز يقول مواقف كان عايز يتكلم يعني ففي النص كده قلت له كابتن اهاب فانا عايز اعمل معك لقاء تلفزيوني عادي يعني في طبيعة شغلي وحب لي وانه راجل اسمي كبير فعايز اعمل معك لقاء وكابتن اهاب جلال كان دائما قليل الكلام ما بيظهرش كتير بالكتير قوي يطلع بعد المباراة يتكلم عن المباراة بس لكن ما يطلعش في حوار تلفزيوني كامل الا نادرا يعني حواراته التلفزيونية نادرة جدا فكان رده قال لي بص يا كريم هو انا لو طلعت دلوقتي ممكن في ناس تزعل مني لو قلت حاجات معينة ويتدايقوا واجرح حد او ودايق حد فمش عايز ازعل حد مني اللي بيقول عليهم دول الكابتن اهاب جلال ممكن يكونوا زعلوه اصلا بس هو في المقابل مش عايز يزعلهم انا بس بفاهمك الشخصية يعني بقى ديك الشخصية يعني تيجي تسأل بقى كابتن اهاب طيب انت متدايق من اللي حصل لك في المنتخب متدايق من اللي حصل لك في الزمالك متدايق من اللي حصل مش عارف فين يقول لك كل حاجة نصيب واحنا شغالين وبنكتهد ومنتعم ديك هي بتبقى ردوده المختصرة جدا طيب ترجمة نانسي قنقر